موسيقى أهلا بكم واحد وأربعون طفلا شهيدا بالرصاص الحي على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي فقط في خمسة أشهر الاحتلال يستقوي على الأطفال معتمدا سياسة أطلاق النار بقصد القتل في غضون ذلك صادق المجلس الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسية والأمنية على مد قطاع غزة بالغاز الطبيعي الذي يستخرج من حق الليفيتان في البحر المتوسط إسرائيل تستعد لحرب لبنان الثالثة تدمير واشتياح وخنادق حدودية وتحضير لإجلاء المستوطنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء سلسلة تدريبات متتالية استعدادا لاحتمال نشوب حرب لبنان الثالثة ووفقا للصحيفة يادعوت أحرونوت فإن الاستراتيجية التي وضعها الجيش لحرب كهذه ستشمل ثلاثة أسس توجيه ضربات دقيقة وواسعة وغير تناسبية في الأراضي اللبنانية أو تنفيذ ما يعرف إسرائيليا بعقيدة الضاحية بناء عرقير على شكل حفر خنادق على طول خط التماس مع حزب الله واشتياح بري لجنوب لبنان تنفذه فرق عسكرية كبيرة وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله قادر على إطلاق مائة ألف صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة بوتيرة ألف ومائتي صاروخ يوميا قادرة على ضرب أي نقطة في الأراضي المحتلة إضافة إلى قدرة مقاتلي الحزب على التسلل إلى فلسطين والسيطرة على مواقع صغيرة في بلدات حدودية داخلها لكن في إطار استعداده للحرب المقبلة بحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال وسلاحه الجوي تحديدا وضع بنك أهداف نوعي يشمل آلاف المواقع في لبنان قياسا بمائتي هدف كان بحوزة الكيان لدى نشوب حرب لبنان في العام 2006 ونقلت يدعوت أحرونوت عن ضوبة إسرائيلي قوله أنه في حال نشوب حرب جديدة مع حزب الله فإن الكيان سيطلق نيرانه بقوة غير مسبوقة وفي مواجهة كهذه ستهاجم الجبهة الداخلية وستتم إزالة كافة القيود ولن نتصل بالبيوت قبل أن نهاجم وقالت يدعوت أحرونوت أن جيش العدو يبني حاليا عند الحدود الفلسطينية اللبنانية سلسلة من الجروف التي لا يمكن إلا أن يراها كل من يمر في المكان وهدفها منع القوات الخاصة من وحدة ردوان في حزب الله من التسلل إلى الأراضي المحتلة وذلك فضلا عن حفر خنادق مشيرا إلى أنه قد جرى وضع خطة لإجلاء السكان من المستعمرات القريبة من الحدود رحبت إسرائيل بقرار مجلس التعاون الخالجي ومجلس وزراء الداخلية العرب أعلان حزب الله منظمة إرهابية وفيما وصفت صحيفات معاريف القرار بأنه إنجاز لإسرائيل أشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة عضو الكنيسة عن المعسكر الصهيوني تيبي ليفني إلى أن القرار مهم ودقيق إذ أن استغلال حركة حماس وحزب الله للديمقراطية لا يعني منحهما الحصانة في الساحة الدولية القناة العبرية الأولى نوهت بدورها بالقرارين معتبرة أنه مهم جدا وأشارت إلى أن العالم العربي يقترب من خلال مواقفه ضد حزب الله من الموقف الإسرائي وقالت صحيح أن القرار قد يكون مفاجئا إلا أننا رأينا في الآوينة الأخيرة إشارات دفء في العلاقات بل جرت تداول بأنباء تحدثت عن زيارة قام بها وفد سعودي لإسرائيل مؤخرا في المقلب الآخر أيضا تنهمك إسرائيل في الداخل الفلسطيني حيث أجرت تدريبا عسكريا يحاكي عدوانا على غزة أجرت قيادة الجبهة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبا عسكريا واسعا بدأ نهار الأحد وانتهى الخميس الجاري هدفه إعداد فرقة غزة العسكرية لعدوان جديد ضد قطاع غزة الناطق العسكري في جيش العدو الإسرائيلي قال إن التدريب خطط له ثلفا وقد أجري في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة أشكلون أي عسقلان ومحيطها وقد شهدت هذه المنطقة حركة نشطة لقوات جيش الاحتلال والطيران الحربي الذي نفذ غارات في جنوبي الأراضي المحتلة التدريب الإسرائيلي التدرب على اتخاذ قرارات بإجلاء سكان هذه البلدات وشارك في هذه التدريبات قوات من قيادة الجبهة الداخلية والسلاح اللوجستي والشرطة العسكرية وسلاح الطب وسلاح التسليح وغيرهم وحاكى إمكانية دخول في مواجهات مسلحة مع داعش في السيناء قصة قناص الخليل ما زالت تشغل عقل أجهزة الاستخبارات الشباك والموساد حيث تبذل قوات الاحتلال منذ عامين جهودا كبيرة للكشف عنه من خلال توزيع جنودها وإطلاق المناطيد التي كانت تراقب كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة المحتلة وذلك في محاولة للوصول للقناص الذي أرعب جنود الاحتلال ومستوطنيه خلال العامين الماضيين وأدت عملياته لقتل أحد الجنود وإصابة عدد آخر منهم بجراح مختلفة على الرغم من القبض على الأخوين أكرم ونصر بدوي بتهمة قنص جنود الاحتلال إلا أن قصة قناص الخليل ما زالت غامضة بحسب العدو والسؤال الذي لم يكشف العدو عن إجابته هل الأخوين بدوي هما قناص الخليل؟ بعد عملية أمنية مكثفة القد قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض على الأخوين أكرم ونصر بدوي الذين اعتقلهما العدو بتهمة المسئولية عن غالبية عمليات القنص التي كانت تستهدف جنوده وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن قوات الاحتلال وبالتعاون مع مخابرات الاحتلال الشباك تمكنت من اعتقال الشقيقين البدوي من سكان منطقة الخليل وهما من نشطاء حركة حماس من دون الإشارة إلى إذا ما كان أحدهما هو القناص الذي بات يشتهر بقناص الخليل والذي تمكن من قتل أحد الجنود وإصابة عدد منهم إضافة إلى المستوطنين خلال عملياته إلا أن هذا الاعتقال كشف عن تحدي جديد أصبح يواجه أجهزة حرب العدو في الضفة الغربية ويكمن في تصنيع الأسلحة من قبل الفلسطينيين في معامل محلية ففي التحقيقات التي جرت مع الشقيقين بدوي اعترفا بأنهما صنعا سلاحهما بنفسيهما على الرغم من الجهود المبدولة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية لضبطها كوالد حسب أقول الاحتلال ما يهزون وهذا واجب علينا أقل شيء نحن شعبنا لا يهزنا ولا شيء قدرنا ناس نأمن فيه ومهما كان لا يضرنا أي شيء من مرة شو هم بيسوي نحن جازين نتقبل أي حاجة بصدر راحب واعتدائهم على الأقصى واعتدائهم على الناس بالسمرار قتل الناس على الحواجز يوم 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 اعتقلات يوم كذا بيفرض على الناس كل الشباب كله ما أحد يلزم ولا بإشي ولا بردوا لعاب ولا حدا ولا حاجة يعني الجيل الصغير هذا ما بيضاي يلزم لا بكلام أب ولا حاجة لأنه يعني اليهود تصرفاتهم يعني كتير كتير زادة عن حد والله الحمد لله رب العالمين معنوياتنا عالية بإذن الله بإذن الله أنهم بقولوا جی ما بقولوا اليهودي oil وإذا هم عاملين جی ما بقولوا احنا رفعنا راصنا فيهم بإذن الله اشي برفع الراس ورفعنا كل الأمة الإسلامية رفعت راصها في هذا عملوه هذه هم عاملوه إذا هم عاملين اشي وما 되게لين أمرنا له ربنا وإذن الله ربنا ما بيضيعهم ولا بيضيع على طوال إنسان مسلم على وجه الأرض مؤمنين بربنا وبقدر ربنا الحمد لله وقال مراسل موقع ولاء الإخباري الإسرائيلي أمير بوخبوت إن الأخوين بدوا يعملوا على تطوير أسلحتهما في عمليات القنص وكانت تحدث إصابات تقيقة ضد الجنود والمستوطنين بحسب المراسل فإنهما كانوا يتابعان عمليات صناعة الأسلحة وكواتم أسطوت من خلال دروس شاهدوها عبر الإنترنت وأضاف الموقع أن ارتفاع وطيرة عمليات القنص في الآونة الأخيرة دفعت أجهزة الاحتلال الأمنية والجيش إلى تكثيف عمليات ملاحقة لخلية قناصة الخليل التي نفذت حتى نهاية العام الماضي عمليات عدة أسفلت عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين مما شكل تطورا خطرا في العمليات ويقول تقرير بوخبوت إذا اعتبرنا أن ثمت بندقية أم سكستين قبل عدة سنوات كان لا يتجاوز عدة ألاف من الشواكل فقط تجاوز ثمنها خلال العام الماضي عشرة ألاف شيكل لذلك اتجه الشبان الفلسطينيون إلى تصنيع أسلحتهم بأنفسهم وعلى رغم من أن تلك الأسلحة تعتبر بدائية إلا أنها في المحصلة كانت تعطي نتائج فتاكة وهو ما شكل ويشكل قلقا حقيقيا لتلك الأجهزة على حد سواء وتضعم قوات الاحتلال أنها قد عثرت بحوزة الشابين الشقيقين على بندقية قنص كان يستخدمانها في عملياتهم بالإضافة إلى عدد من البندقيات من نوع كارلو جوستاف كشفت القناة العاشرة في تليفزيون الإسرائيلي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض عرضا تقدم به رجل أعمال إسرائيلي ووافقت عليه الأوساط الأمنية الإسرائيلية بمن فيهم حكومة الاحتلال لربط قطاع غزة بشبكة كهرباء موحدة مع الضفة الغربية لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ عشرة أعوام وقالت القناة العبرية في تقرير لها أن رجل الأعمال الإسرائيلي الذي عرض المشروع على المستويات الأمنية والسياسية والإسرائيلية وحصل على موافقتها المبدئية عليه تفاجأ برفض أبو ماز للعرض دون معرفة الأسباب وبناء على اقتراح رجل الأعمال الإسرائيلي بحسب القناة العاشرة كان من المفترض إنشاء خط كهرباء خاص لغزة من المحطة نفسها المزودة للكهرباء بمختلف مناطق الضفة الغربية بتمويل من رجل الأعمال وتنفيذ من قبل شركات أوروبية الأمر الذي كان من الممكن حل مشكلة الكهرباء في القطاع بشكل نهائي وكذلك كان من الممكن أن يعود ذلك بمردود مالي على السلطة الفلسطينية التعليمات العسكرية للعدو الإسرائيلي في الضفة أن كل جندي يسافر يجب أن يبلغ قيادته بطريق رحلته وتشغيل برامج الملاحة ومتابعته في حال أي خلل في البرنامج وإلا في حال اختفائه يتم تشغيل نظام هاني بعل كما حدث الأسبوع الجاري فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي نظام هاني بعل بعد أن فقد الاتصال بأحد جنوده داخل مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة هذا ما كشفه موقع صحيفة هاء ريتس الذي أشار إلى أن الكيان قد أعاد منذ سنوات العمل بهذا النظام الذي يسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام سياسة الأرض المحروقة بتتبع أي حالات اختطاف لجنوده بحيث يتم ملاحقة آثار الجندي وخاطفيه ومحاولة إنقاذه أو قتلهم جميعا وهو النظام نفسه الذي طبقته إسرائيل في العدوان الأخير على غزة وتشير الصحيفة إلى أن جنديين دخلا إلى مخيم قلنديا بالخطأ بعد فشل في برمجة برنامج الملاحة ما أدى إلى تعرضهما لرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ففر كل منهما إلى مكان بعيد عن الآخر ونجح أحدهما بالخروج من المنطقة والتواصل مع قيادته في حين فقد الاتصال لأكثر من ساعة مع الجندي الآخر الذي كان يطلق النار في الهواء لمحاولة الخروج من المنطقة ووفقا للصحيفة فإنه مع فقدان أثار الجندي ووسيلة الاتصال به تقرر استخدام نظام هني بعل الذي يتم تنشيطه عند اختطاف أي جندي وبعد وقت تم التعرف على مكان الجندي وألغي النظام فتوجه الجنود حيث وصلوا إليه لإنقاذه مع الإشارة إلى أن الجنديين سيتعرضان لمحاكمة تأدبية بعد فحص سلوكهما في أثناء الرحلة وتجاهلهما للتعليمات المسبقة في استخفاف إنساني وأخلاقي واضح لدماء الشهداء الفلسطينيين قال رئيس جهاز الأمن العام السابق وعض الكنيسة عن حزب الليكوت حاليا لا يجب أن ننتظر أوقات عصيبة أكثر من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة أنا لا أهاب من وضع صعوبات وتقييدات على المجتمع الفلسطيني فلتبكي ألف أم مخرب لألا تبكي أم إسرائيلية وأتت تصريحات دغتر العنصرية خلال زيارته المجمع الاستيطاني المقام على أراضي الضفة الغربية غوش عتسيون وذلك تعليقا على تصريحات مذيع إذاعة جيش الاحتلال التي ساوت بين الثكل الفلسطيني والإسرائيلي ما أحدث بلبلة وغضب في المجتمع الإسرائيلي الذي احتج على مجرد المقارنة ورد مؤخرا مفتش عام الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ على أقوال بركاي واصفا الفلسطينيين كمن يقدسون الموت فيما الإسرائيليون يقدسون الحياة مشروع مسيرة الكتب هو من المشاريع القديمة لوزارة التربية الإسرائيلية وقد اشترك فيه العام الماضي أكثر من 1300 مدرسة وتسعمائة روضة من كل القطاعات المجتمعية هذا العام أحد الكتب البارزة الموصى بها تدعو المستوطنين إلى عدم التنازل للعرب عن الحق على الأرض المقدسة بعنوان مسيرة الكتب بدأ كيان الاحتلال مشروعا أكاديميا قديما جديدا في المدارس الابتدائية يهدف إلى تشجيع القراءة لدى الطلاب من التيارات التعليمية كافة إلا أن اللافت في هذه الخطوة كان في توصية وزارة المعارف الإسرائيلية بإدخال كتاب للمدارس الابتدائية اليهودية يشمل على أوصاف سلبية للعربي والفلسطيني وضمن الكتب الموصى بقراءتها للتيارات كافة داخل الأراضي المحتلة دخل كتاب مغامرات مكتبة ريمونيم من تأليف الحخام يكهيت روزين إلى القائمة وهو من الكتب الموصى بها للتيارات كافة في استلك التدريس الإسرائيلي ومن بعض مقتطفاته الأغيار العرب يعيشون بقرى خاصة بهم ولا توجد لدينا أي رغبة بأن يبدأوا بالتجول بيننا وخلال ذلك ربما سيمسون بنا أو سيتجسسون علينا كما تردوا في الكتاب الفقر العنصرية التالية العرب لن يقف مكتوفي الأيدي لن يوافق على التوقف حتى لا سمح الله يمح كل بلدة وكل نقطة يهودية على الخارطة فلتعلموا العرب يملكون خطة واضحة للانقضاض على كل بلدة لاحتلالها حرق كل بيوتها ولا سمح الله إلقاء جميعنا إلى البحر وضمن الكتاب ورد أيضا علينا أن لا نتنازل عن حقنا بهذه البلاد المقدسة للعرب وقرنا الكتاب بين الأغيار غير العرب في أوروبا وبين الأغيار العرب في البلاد الذين يجب أن لا يتجولوا في البلدات اليهودية وأشارت هارتس إلى أنه على طول صفحات الكتاب ترد مقاطع غير قليلة تدمج بين المفهوم الديني الأرثوذكسي وبين عرض العرب داخل الأراضي المحتلة بصورة سلبية صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيسة على قانون الإقصاء الذي قدمه رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو ودعمه لإتلاف الحكومي وذلك في عقاب زيارة نواب التجمع جمال سحالقة حنين زعبي وباس الغطاص أسر شهداء القدس المحتلة وبحسب اقتراح القانون هذا يمكن إقصاء أي عضو كنيسة إذا ادعى عليه أحد لأنه لم يعترف أو لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو في حال التحريد على العنصرية والعنف ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وبحسب هذا الاقتراح تعقد لجنة الكنيسة جلسة خاصة في حال طلب 61 عضو كنيسة إبعاد أحد الأعضاء في البرلمان الإسرائيلي ويسمع أعضاء اللجنة ادعاءات عضو الكنيسة المطلوب إبعاده وفي حال قررت اللجنة هذا الإبعاد تعقد جلسة لهيئة العامة للكنيسة ويبعد العضو فقط في حال تصويت 90 عضو كنيسة أو أكثر في جلسة الهيئة العامة وبعد عشرة أيام من الموافقة في جلسة الهيئة العامة على الإبعاد يدخل المرشح التالي بحسب الترتيب في قائمة عضو الكنيسة المبعد ويحق له الاستئناف على القرار في المحكمة العليا منذ أسبوعين تحدثنا عن قانون التحسس أو التفتيش الجسدي دون الاشتباه بشيء هذا القانون أصبح هذا الأسبوع واقعا فخلال شهر واحد فقط من سن القانون أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعليماتها للبدء بتطبيقه ميدانيا وذلك خلافا لباقي القوانين التي عادة ما تأخذ شهورا للتطبيق أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لتنفيذ قانون التحسس الذي سنته الحكومة الحالية في الثاني من شباط فبراير الماضي ويقضي القانون باستماح لأفراد الشرطة بتفتيش أشخاص غير مشتبه فيهم جسديا وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم تعليمات الشرطة المحدثة في هذا السياق والتي تنص على أنه يمكن الشرطة الإعلان عن منطقة معينة كمنطقة يمكن القيام فيها بتفتيش جسدي على أشخاص حتى لو لم يكونوا مشبوهين وذلك في حال الاشتباه باحتمال وقوع أي عملية فيها وبحسب التعليمات على الشرطي أن يتوجه لمن يريد أن يفتشه جسديا ويشرح له أنه سيقوم بالإجراء عليه وفي حال عدم موافقته فإن الشرطي مخول بإجراء التفتيش الجسدي عنوى مع استخدام قوة معقولة بحسب التعليمات الشرطية وتعتبر الشرطة الأدوات الحادة كالثكاكين سلاحا يمكن إجراء تفتيش جسدي للعثور عليها وجاء في التعليمات أنه على عنصر الشرطة في حال التفتيش الجسدي أن يفتش فقط أبناء جنسه والشرطية بنات جنسها وفي حال عدم تواجد شرطي من الجنس نفسه فيمكن على الرغم من ذلك إجراء التفتيش بذريعة الضرورة والخطر على الجمهور وأشارت التعليمات أيضا إلى أن التفتيش في الأماكن الحساسة يمنع يتم علانية وعلى الملأ وتمنع الشرطة من تعالية من تقوم بتفتيشهم أو تفتيشهن ويتوجب على الشرطة في حال إجراء تفتيش جسدي أن تكتب تقريرا حول ملابسات الحادثة ومثببتها طلب وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحكومة الإسرائيلية بتبني اقتراحه الذي يقضي بترحيل أسر منفذي العمليات إلى سوريا أو إلى قطاع غزة ودعا كاتس أن اقتراحه يعتبر وسيلة لردع الشبان الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات وسيقلل المحفزات وقال كاتس إنه واثق أنه بعد ترحيل عدد من عائلات منفذي العمليات ستتوقف العمليات الفردية قائلا هذا واجبنا وسنحارب من أجل وقف هذه الهبة أطلق الاحتلال بداية الانتفاضة الحالية وحدة كاملة متخصصة في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم تقارير عما ينشر فيها للتعامل مع أصحاب المنشورات التي تحرد على الانتفاضة والقيام بالطعن إثر ذلك بدأ الاحتلال سياسة الاعتقالات التعصفية شرعت قوات الاحتلال باعتقال فلسطينيين على خلفية محتوى هواتفهم النقالة بعد تفتشها على حواجز عسكرية مركز أسرى فلسطين للدراسات أشار إلى أن هذه السياسة بدأت قبل شهر تقريبا حيث يعمد جنود الاحتلال لإيقاف مركبات الفلسطينيين على حواجز عسكرية مفاجئة يتواجد عليها ضباط من المخابرات بزي مدني فيأمر الجنود الشبان بالترحيل ثم يفتشونهم جسديا ويفتشون أجهزتهم النقالة ويتفقدون محتوها وإذا عثروا على مقاطع فيديو للانتفاضة أو للشهداء ووصياهم أو صور تدعم المقاومة فأنهم يعتبرون ذلك تحريضا على مقاومة الاحتلال ودليلا على استعداد هذا الشخص للمشاركة في فعليات الانتفاضة ثم يعتقلونه وينقلونه للتحقيق وكانت سياسة الاعتقال قد بدأت على خلفية مواقع التواصل في القدس المحتلة قبل نحو عام ثم انتقلت إلى بقية محافظات الضفة الغربية بعد بداية الانتفاضة مطلع تشرين الأول الماضي وذلك بعد أن لاحظ الاحتلال أن أغلب الشهداء الذين نفذوا عمليات فدائية كانوا قد نشروا منشورات على موقع فيسبوك لها علاقة بالمقاومة والشهادة قبل تنفيذ عملياتهم نفذت حركات اليمين الإسرائيلية حملة عنصرية تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من السفر بحافلات يسافر فيها المستوطنون فعمد بعض المستوطنين إلى الاندساس بين عمال فلسطينيين وتحريضهم على التحرش بنساء متسوسات هنا أيضا وتصوير عملية التحرش المزعومة وبعد ذلك جرى عرض المادة المصورة في القناة الثانية العبرية من أجل ممارسة ضغوط على صناع القرار لإقرار الفصل في الحافلات إلا أن صحفي استقصائي من القناة العاشرة سافر يوميا في الحافلات المذكورة وأكد بعد تحقيق صحفي أنه لم يجد دليلا على حدوث أمور غير مألوفة موقع صحيفة هارتس العبرية كشف عن حملة المتسوسون لحركات اليمين والاتقادتها بعد ذلك حركة عادكان ووفقا للمواد التي حصلت عليها الصحيفة فإن رئيس حركة اليمين عادكان جلعاد أخ وفي إطار حملة ضد سفر العمال الفلسطينيين في الحافلات أرسل إمرأة متسوسة من عضوات حركته ومتسوسا آخر حاملا معدات تصوير وتسجيل للسفر في إحدى الحافلات ويظهر من المواد الخام المصورة أن ناشط اليمين المتسوس يحرد عاملا فلسطينيا ليعبر عن رأيه بالنساء اليهوديات اللوات يسافرنا بالحافلة كذلك يحرد المتسوس العامل الفلسطيني على التحرش بمرأة معينة هي ناشطة اليمين المتسوسة وذكرت هارتس أن أخ قد جمع خلال سنين جنودا مسرحين من وحدات قتالية يتحدثون العربية ليرسلهم في مهمات متنوعة وفي العام 2014 أرسلهم إلى الحافلات المذكورة وجرى إرسال المواد المصورة والممنتجة إلى القناة الثانية العبرية ووزارة الحرب لتبدو كدليلا على الوضع في الحافلات وكان قادة المستوطنين قد ادعوا على مداري سنوات أن العمال الفلسطينيين يتحرشون بالنساء المستوطنات في الحافلات وطالبوا حكومة الاحتلال بمنع العمال الفلسطينيين من السفر عبرها ودفعهم إلى السفر بحافلات منفصلة تقلهم إلى أحد الحواجز بين الأراضي المحتلة والضفة الغربية التي تبعد عن بلداتهم وقراهم من سافات طويلة فقرر وزير الحرب الإسرائيلي موشي علون في تشرين الأول من العام 2014 أن يسافر الفلسطينيون بحافلات منفصلة لدى عودتهم من أعمالهم وفي أعقاب انتقادات دولية للكيان جرى تجميد القرار نشر ما يسمى منتدى غلاف القدس اليمني المحسوب على تيار المستوطنين الإسرائيليين شريط فيديو يحرد فيه على سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس أندرسون مقارنا إياه بهانيبال لكتر القاتل في فيلم صمت الحملان وتأتي الحملة الجديدة على خلفية منح الاتحاد الأوروبي بيوتا نقالة للمواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون تجمعات سكنية في محيط القدس المحتلة وفي إطار العلاقات الأوروبية الإسرائيلية المتوترة توحي الحكومة الإسرائيلية بأنها حلت الأزمة في العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ويبدو أن إسرائيل تراجعت عن خطوات أعلنت عنها في أعقاب القرار الأوروبي بينما لا يتوقع أن يغير الاتحاد من سياسته تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ورؤيته لحل هذا الصراع ونتابع الآن أبرز أحداث هذا الأسبوع في جولة كاريكاتورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام حلقتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر